اعلم أن الاستيقاظ باكرا أمر مستحسن شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمة في بكورها رواه ابن حبان والمسلمون قديما كانت عادتهم أنهم يستيقظون باكرا ثم يصلون الصبح ويذكرون الله تعالى ثم يبكرون بالخروج لقضاء حاجاتهم أحد الصحابة لما سمع بهذا الحديث صار يخرج باكرا في تجارته فأثرى ويسن للمسلم إذا استيقظ من نومه أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأن ينوي فعل الواجبات واجتناب المحرمات تقربا إلى الله ويسن أن يستعمل السواك عند القيام من النوم وإذا أراد الدخول إلى الخلاء لقضاء الحاجة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل برجله اليسرى ويقضي حاجته ثم ينوي أنه يستنجي ويفعل السنن ويترك المكروهات بتغاء الأجر من الله ولا يستنجي بيمينه ولا يذكر الله في الخلاء بلسانه لأنه مكروه ثم يخرج من الخلاء برجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ثم بعد أن يتوضأ يتجه إلى القبلة ويرفع بصره ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يخفض بصره ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم يتجه إلى القبلة ويؤذن ويصلي على النبي ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يصلي سنة الصبح ثم يقيم الصلاة ويصلي الصبح جماعة مع أهله ويصلي بثوبين قميص ورداء ويلبس قلنسوة ويسن له أن يستاك وأن يتخذ سترة وأن يفرج بين قدميه شبرا ويسن أن يقول اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وينبغي أن يخشع في صلاته فإذا ذكر الله وتوضأ وصلى أصبح نشيطا طيب النفس ثم يبدأ بقراءة أوراد التحصين والذكر فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في صباح كل يوم ومساء كل ليلة ويقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وحين يمسي ويقول في كل يوم حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن وينبغي أن يقرأ آية الكرسي فقد ورد في الحديث أن من قرأ آية الكرسي في دبور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت معناه أن روحه بعد موته فورا يصعد إلى الجنة ثم يعود إلى الجسد وأن يقرأ المعوذتين بعد كل صلاة مكتوبة فإن قراءة المعوذتين عقب كل صلاة شيء عظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما فلا يوجد مثل المعوذتين في القرآن في التعويذ ويستحب له إذا رأى وجهه في المرآة أن يقول الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وأن يقول إذا لبس ثوبا الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وإذا أراد أكلا أو شربا يقول بسم الله فإذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره ويأكل بنية التقوي على طاعة الله ويقول بعد الانتهاء من الطعام والشراب الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وإذا أراد الخروج لقضاء حاجاته أو لعمله يخرج من بيته برجله اليمنى ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فقد ورد في الحديث أن من قال ذلك يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان أي مال عنه معناه أن من قال هذا الدعاء يا أحبابنا لا تستطيع الشياطين الذين يسرحون في الطرقات التعرض له الله تعالى يحفظه منهم وإذا أراد استداع بيته وأهله عند الخروج يقول اللهم إني أستودعك بيتي هذا ومن فيه وما فيه دون أن يشير إليه فقد روى الطباراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظاه ويستحب أن يقول إذا رأى في طريقه مبتلا في دينه أو دنياه الحمد لله الذي عافاني مما بأتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وأن يقول إذا رأى ما يسره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأن يقول إذا رأى ما يسوءه الحمد لله على كل حال وإذا التقى بأخيه المسلم يسلم عليه ويبتسم في وجهه ويصافحه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ولأخي هذا فإذا فعل ذلك وفعل أخوه مثله يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهما من الصغائر وقد يغفر لهما الكبائر أيضا فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على النبي إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر رواه الحافظ بن حجر العسقلاني فينبغي يا أحبابنا أن يكثر من الصلاة على النبي وخاصة في عصر يوم الجمعة وينبغي أن يذكر الله كثيرا وأن يصلي نوافل الصلوات ثم بعد الانتهاء من العمل ينبغي أن يشتغل بعلم الدين الشريف تعلما وتعليما وأن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع والمرأة في بيتها تنوي بتحضير الطعام وغسل الثياب الإحسان إلى الزوج والأولاد بتغاء مرضات الله والابن والبنت ينوي كل منهما الإحسان إلى الوالدين بتغاء مرضات الله وينبغي أن يتذكر دائما أن ينوي النية الحسنة في كل عمل صالح حتى ينال الأجر والثواب من الله تعالى ترجمة نانسي قنقر